وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح الأربعاء إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى سوريا منذ اندلاع الأحداث في عام 2011 وفق ما أفادت به وسائل إعلام سوريا ونقلت وكالة الأنباء السورية صانا أن رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير في زيارة ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها نظره السوري بشار الأسد وسيجري معه مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقية